اشتركوا في القناة كميات جد مهمة من مياه الأمطار تهضر في البحر لأن مجرى هكي التواجد خارج المنشآت المائية كما هو حال مياه وادة مياه وادة تنسيف بجيء تمركش أسفي اللي كتعاني من الجفاف حاد منذ عدة سنوات بحيث تجاوزات كميات مياه الأمطار المهضرة في البحر فقط منذ بداية الموسم الحالي 40 مليون متر مكعاب هنا وفي إطار تخفيف من عكاسات سلبية لتغيرات المناخية ندعو التدارك تأخر الحكومات المتعاقبة في تنزيل مجموعة من المشاريع وخصوصا من خلال إسراء بتنزيل البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي 2020-2027 وخصوصا تنزيل مشاريع الربط بالأحواد المائية لتحويل المياه نحو مناطق الندرة مشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة العادمة كمصادر جديدة للمياه كما ذكرتوا مشاريع سدود لتعبيئات وتنمية جول مياه الأمطار ومشاريع تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب وفسح المجال أمام السدود للسقي أزد من 1.6 مليون هكتار من المدارات السقوية التي تشكل 65% من صديرتنا و60% من إنتاجنا الوطني هنا في فريقنا ومن خلال حزب الأصالة ومعاصرة كنتمن عالياً المبادرة الحكومية الرمية لتعزيز الاعتمادات المخصصة في إطارات الصندوق وذكرتهم أستاذ وزير محترم من 115 مليار درهم إلى 150 مليار درهم في أفوق دمان السيادة المائية والغذائية بلدنا وشكراً ترجمة نانسي قنقر